موسيقى لكي تكون إنسان يجب أن تكون أناني الجميع يعتقد أن الكون يتمحور حولهم في الحقيقة هذه طبيعتنا كبشر نحن نحب السلطة المال ونعشق ممارسة الألعاب المشوقة في رأيك لماذا نظن أننا أهم شيء في العالم ما هو الشيء المميز فينا والذي يجعلنا نعتقد أننا الأفضل والأهم كما ترى أن أتقبل شيء معظم الناس حولي يخافون من الاعتراف به وهو أن الكون لا يهتم بما نشعر به أو بمشاكلنا التافهة أو بأحلامنا الغبية لأننا نحن البشر لا نبالي بأحلام بعضنا البعض الجميع يركض فقط وراء مصالحهم وكما قلت لكي تكون إنسان يجب أن تكون أناني رغم اختلافنا في الأشكال في الثقافات وحتى في الأفكار لكن كلنا نرفض الموت ببساطة لأننا نحب الحياة لن نستطيع تقبل أننا في يوم من الأيام لن نكون موجودين في هذا العالم وسنموت كما تموت الملايين من الكائنات الحية يوميا لكن هل تعلم أن بقية الكائنات الحية أفضل من البشر؟ طبعا لن تصدقني نحن نقتل ما يقارب مئة مليون سمكة قرش كل عام بحجة الأكل أو بحجة أنها تهدد السلامة البشرية بالمقابل أسماك القرش تقتل فقط عشر أشخاص كحد أقصى هل ما زلت تعتقد أننا الأفضل والأهم؟ أين العدالة في هذا؟ نحن نقتل الكائنات الأخرى من أجل الاحتفال نصطادهم من أجل الرياضة طب يا ربك أين العدالة في هذا؟ لو كانت الأرض تتكلم لقالت أنتم أسوأ ما أنجبت أنانية البشر تجعلهم يعتقدون أن هناك حياة أخرى تنتظرهم بعد الموت وتلك الحياة هي أفضل من هذه الحياة لا بل وهي أزلية نحن لم نكتفي بما فعلناه على هذا الكوكب بما دمرناه في هذه الأرض بل نريد أيضا الذهاب إلى مكان آخر تحت إدارة الإله حمقى لا يعرفون أن الفلاح يتم بأرضه كلها ولا يترك قطعة منها لتزرع نفسها وكذلك ربهم الذي يجدر به الاهتمام بالجنة والأرض لا أن يترك البشر يعبثون بها لهذا من المهم جدا أن تصنع شخصيتك حتى لا تكونك بقية الحمقى على الأرض يجب أن تتخلص من الأنانية وتتعلم المشاركة يجب أن تسعى لمساعدة الآخرين لا أتكلم فقط عن مساعدة البشر بل أيضا مساعدة الحيوانات إذا كنت مجبرا على أكل حيوان فعلى الأقل قم بإطعام عشر آخرين افعل هذا من قلبك وليس خوفا من كاميرات المراقبة الإلهية البشر ليسوا أفضل الكائنات على الأرض لكن أنت لا تكون مثل بقية البشر ازرع الاهتمام لتحصد الحب وقف دائما مع الحق لتربح راحة البال موسيقى 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 اشتركوا في القناة